اشتركوا في القناة وفيه اطفال كتير مظلومة بسبب انه هم اتشخص وغلط ويقولك ده طفل توحد وهو اصلا طفل حرمان بيئي او ان هو طفل نورمل ويقولك ده طفل حرمان بيئي طيب ايه الحاجات اللي اتعرفني الفرق ما بين الحالتين هقولك انتي كأم انتي تقدر تكتشفي الموضوع لوحدك ازاي وتشتغلي عليه ازاي وتوصلي بطفلك لاعلى مستوى انتي ممكن يعني ما كنتش متوقعة وخصوصا لو اكتشفناه بدري اكتشفت اي حاجة بدري وبدأت تحطي ايديك عليها وتعالجيها خلاص الدنيا بقت سهلة جدا وهتتلاشى وهتحس ان هي اصلا ما كدش موجودة طيب يلا ندخل دلوقتي على الفرق بين الحرمان البيئي والتوحد اولا الحرمان البيئي ده حاجة مكتسبة يعني طفلك انتي كان هو نورمل جدا ومفهوش اي مشكلة وبسبب ان انتي عملتيله بص هي جاية من نفس المعنى ان انتي عملتيله حاجة اسمها حرمتي بيئيا حرمتي خلتي البيئة بتاعته فيها حرمان او فقيرة او مفيهاش معززات تساعده وتشجعه ان هو ينمو نمو طبيعيا يعني انه يبقى طفل طبيعي بيكبر في بيئة طبيعية فيها مسيرات وفيها حاجات بتدحكه وحاجات بتخليه يجري وحاجات تعياته وحاجات لا انتي عمله هدوء شديد في البيت سيبه طفلك طولي الوقت قدام الموبايل او التلفزيون عبارة عن طفل مستقبل وليس عنده قدرة على التعبير ولا بيعبر ولا بيتكلم هو قاعد بيستقبل معلومات من التلفزيون والموبايل وساكت ما اكتشفش مهارته اصلا ان هو انسان ويقدر يتكلم ويتعامل هو مفتحينيه وودنه كويسة جدا وعمال يبص ويتفرج على رسوم متحركة بتجري قدامه بسرعة وفي نفس الوقت كمان اصوات وحاجات بتقع والوان لكن فين بقى طفل ان هو يبدأ يلعب ويقوم يشارك ويعيط على حاجة ويطلب حاجة ويقولك عايز كذا ومش عايز كذا والام تبقى فرحانة جدا ده ساكت حتى وهو بياكل بتاكريه قدام الكارتون وقدام الموبايل عشان ياكل طب هو فين الطفل فين حياته هي دي بقى جات من هنا الحرمان البيئي كمان بنلاحظ ان الاب والام اصلا شخصيات هادية في البيت حتى نظام الشغل بتاع الاب والام وممكن الاب بيجي بالليل جدا فما بيعودش مع الطفل يلعب معاه ويتعامل معاه الام بترجع برضو من شغلها تعبينة ما بتصدق انه هو تجيبه مثلا ملحظانة او انه هي تنيمه او هي طول الوقت البيت هادية مفيش قرايب بنروح لهم مفيش اطفال اصغر منه او اكبر منه يعني انت المشكلة في العيلة انه مفيش حد بيلعب مع الطفل او انه هو حد بيتفاعل معي فمن هنا بقى حصل مشكلة الحرمان البيئي ممكن الطفلة اصلا تلاقيه ده كان بيلاغي ده كان عنده تواصل بصري ده لما كنت بسقف له يبصلي ده لما كنت بلعبه ألاقيه بيدحك هو دلوقتي ما بقاش بيدحك ما بقاش بيبصلي ما بقاش بيعيط على الحاجة ما بقاش بيتكلم ده كان قال لي كلمة ده فيه كلمة ظهرت وقال بابا او ماما ده حتى كلمة ما بقيتش تتقال تراجع في اللغة تراجع في المهارات تراجع في التواصل البصري في كل حاجة بقى انت بتلاحظي بداية تراجع كل حاجة من هنا بقى الام بتبدأ ايه ده انا الطفل فيه مشكلة طيب فيه بعض الحالات بننصحها لو هو حرمان بيئي واحنا حطينا قدينا وعارفنا وعملنا دراسة الحالة وعملنا قعدنا مع الاب والام وعارفنا الظروف البيئية اللي الطفل عايشها فمرجح مية في المية ان الطفل ده حرمان بيئي طب نزلي حضانة لا انتوا لازم تبدأوا تخرجوا لا انتوا لازم تغيروا الروتين حياتكم من هنا بيلاحظوا ان الطفل ببدأ فعلا يتغير طيب طفل التوحد لا احنا بنلاحظ بقى ان طفل التوحد من اول ما بيتولد ما بيبقى الساعات عنده تواصل بصري هو اصلا عنده استعداد خلي بالكم في بعض حالات توحد بيبقى عندها استعداد بس بالظروف البيئة والحياة وفيه تفاعل وقرايب وخرجات ومش حرف ايه تلاقي الطفل سمات التوحد او حالة التوحد اللي هو ممكن لو كتتوفر البيئة تانية غير البيئة دي كان ممكن فعلا دخل في اطار التوحد لكن بفضل الحياة اللي فيها تفاعل قوي جدا لا الولد خرج او ما دينالوش فرصة ان هو يدخل ويتعمق ويبدأ ياخد سمات التوحد ويبدأ بقى انظام الرفرفة والمشي على اطراف الاصابع وان هو يبص بجنب عينيه وان هو يبدأ يشد في شعره وان هو يغبط راسه في الحيطة السمات بقى واللزمات واللزمات الصوتية واللزمات الحركية ففي حاجتين كده انا قلتهم لو انتو خدتوا بالكم ان ممكن طفل طبيعي اتولى الطبيعي يتحول لحرمان بيئة وممكن طفل كان مولود اصلا عنده استعداد للتوحد وهو خلاص ممكن يعني لو كان في بيئة غير اجتماعية او فيها فقر شديد مش فقر مادي فقر اجتماعي الطفل بيدخل فعلا ويكون فعليا دخل في التوحد لكن لو توفرت له بيئة تانية لا ممكن يخرج وبسرعة فدي حالتين تمام ده المستوى الاول طفل بقى التوحد بقى التوحد ان انا قدر اقول ده طفل اي ده توحد لا انا هلاحظ فعلا تأخر في اللغة احنا ممكن عندي ثلاث سنين بعد ما كنا بنقول كلمات من كتر ما احنا متسابين قدام الموبايل برضو والدنيا دي تلاقي بقى اللغة تراجعت تماما تلاقي الطفل ما بيتوصلش معك بصريا تنادي عليه تحسي ان هو عنده فقدان سمع لدرجة تقولي انا شك ان هو ما بيسمعنيش طب اروح اعمل قياس سمع تلاقي السمع كويس جدا لكن الطفل ما بيردش عليك الطفل ممكن تبقى لعبة مشوكة جدا قدامه هو ما ما تلفتش نظره مع ان دي تلفت نظر اي طفل في سنه الطفل ما بيتحكش لما بيدحكي يبدأ بقى فيه لزمات صوتية لزمات حركية يبدأ يرفرف بايده يمشي على طرف صوابعه تلاقيه بيبص بجنب يعنيه ينهار لو الترفيزيون اتقفل ممكن يقعد بساعة قدام الترفيزيون هي دي بقى الفيصل ما بين التوحد والحرمان البيئي حرمان بيئي لا هو ممكن يكون بيتكلم لكن مش اجتماعي احنا كاخصيين بينقعد مع الطفل بنعرف اه لا ده توحد وده حرمان بيئي ايه ده طب ما هو الحرمان البيئي ده على فكرة في بعض الحالات بنلاقي فيها لزمات ده هو ده كده توحد لا ليه لان في حاجات تانية هي القوية اللي بتخليني افرق مبين ان ده توحد وحرمان بيئي عارفين ايه هي شدة العرض او شدة اللزمة او شدة الاصابة زي مثلا ايه ده لا اه هو بيتكلم بس مش قوي ايه ده ده بيرفرف او بيمشي على اطراف اصابه بس ده كل فين وفين لكن التاني الطفل التوحد لقيت الموضوع وبقوة يعني بيمشي على اطراف اصابه كتير اصلا ما بيعرفش يحط رجله كامل على الارض ده طول ما هو ماشي ماشي على اطراف صوابعه ده بيلف كتير حوالين نفسه ده بيحب يلعب بالالعاب يعود يدورها ده بيرفرف كتير الشدة ده الفرق ما بين الحرمان بيئي والتوحد بتلاقي السماد دي او الحاجات دي في الحرمان بيئي بس بدرجة طفيفة ممكن تتعالج وتتلاحق اه طبعا ممكن تتعالج وتتلاحق وكمان اطفال التوحد لو لقيت طفل لسه في سنه صغير وبدأت تظهر الحاجات دي لا بييدك جدا كام تقدر تطلع طفلك منها انا بسمي التوحد ده الحرامي اللي عايز يخطف الطفل من امه دور الام بقى هل هتسيب الحرامي يخطف طفلها ولا هتعمل اقصى جهدها ان هي تحمي طفلها وتاخده منه فهي بقى هي دي الفكرة هو ده الفرق ما بين الحرماني البيئي والتوحد شدة ظهور الاعراض دي بشدة فين في التوحد لكن في الحرماني البيئة لا بتلاقيها طفيفة وعلى فترات متبعدة اتمنى اكون في التوقف في فيديو النهاردة ووضحت لكم الفرق ما بين حرماني البيئي والتوحد لو فيه اي حد عنده اي سؤال يكتبهولي في التعليقات وانا هرد عليه على طول كام معاكم بسم حسين خصائي التخاطب وتعديل سلوك وتنمية مهرات موسيقى